اشتركوا في القناة عبدالله زين المدير العام للمكتب الخاص وخلال اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية سبلت عزيز التعاون المشترك بين البحرين وإسبانيا في الجانب الرياضي وفي كلا البلدين وأكد سموه أهمية زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية في وضع أسس متينة للتعاون البناء بين البلدين الصديقين من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الرياضة مؤكدا حرص البحرين على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون مع إسبانيا في مختلف المجالات الرياضية والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات الرياضية ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة في المجال الرياضي معربا عن أمله بتطويرها نحو أفاق رحبة من التعاون البناء بما يلبي أمال وطبوحات الشباب في البلدين من جانبه ثمن رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية الجهود المتميزة التي تبذلها البحرين في سبيل رعاية الحركة الرياضية وما أثمرت عنه من إنجازات متميزة على صعيد النتائج الفنية للرياضيين البحرينيين في البطولات العالمية وأيضا على صعيد تنظيم البطولات الرياضية العالمية على أرض البحرين مشيرا إلى أهمية تطوير علاقات البلدين الصديقين في المجالات الرياضية وتنظيم العديد من البرامج المشتركة في هذا القطاع وتبادل الوفود الرياضية والاستفادة من كافة الخبرات في كلا البلدين